هذا ولاقت قرصنة السفينة رواب إدانات عربية وأقليمية واسعة حيث أدانت كل من مصر والبحرين والكويت والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الداخلية العرب اختطاف الميليشيات للسفينة داعية إلى تحريرها من جهته دان مجلس التعاون الخليجي هذه العملية الإرهابية للسفينة والتي تحمل علم الإمارات وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس على دعم دول مجلس التعاون لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر